خلت معكم للمضي 3 و 3 شنطقيقة تحية للناس اللي التحقت بنا في الاستماع نحكيه على معجزة نبي الله هود عليه السلام وبعث الله سبحانه وتعالى رسلا إلى خلقه ليبلغ الناس دين توحيد فيكون ذلك حج على الخلق حين يقفون بين يد الله ليحاسبهما على أعمالهم وقد أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله كتبا وشرائع تبين للناس طريقهم وتهديهم سبيلهم وقد ذكر له سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قصصا عن الأقوام السابقة الذين رفضوا دين توحيد وأصروا على الباطل فعبدوا الأصنام وارتكبوا المنكرات وجحدوا الرسل وكان من بين هؤلاء قوم عاد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى لهم نبيه هود ليدعمهم وليدعوهم إلى دين الله وعدم الاشراك به كان قوم عاد من القبائل العربية البائدة التي سكنت منطقة سميت بالأحقاف في جنوب شبه الجزيرة العربية وقد استوطنوا تلك المنطقة وبانوا فيها المباني الشهقة مستغلين ما منحهم الله إياهم من القوى الجسدية وبدل أن يستخدموها في طاعة الله سبحانه وأعمار الأرض رحوا يعبثون في غيهم وظللهم ويتنافسون في البنيان وما صنعهم من أيديهم وفي ظنهم أنهم خالدون على وجه الأرض وما دروا أنه لو دامت الدنيا لغيرهم ما وصلت إليه وقد وصف الله مدينتهم إرم ذات العمادة الشاهقة التي لم يخلق لها مثيل ولا شبيه في بلاد له أنذاك ولما جاءهم هود ليدعوهم إلى عبادة الله وحده من بعد أن اتخذوا العصنامة ما كان جواب قومه إلا قولهم أنا أن وجدنا أباءنا على ما نحن عليه وأن على آثارهم مقتدون فأسر القوم على الكفر واستكبروا ورفضوا دعوة نبيهم للتوحيد فخوفهم هود بالله تعالى وبطشه وذكرهم بنعمته عليهم وما منحهم إياه من الخير والقوة في الجسد والاستخلافة من بعد قوم نوح فما زدهم هذا التذكير إلا تكذيبا وعطوا فتولى عنهم هود متأسفا لما سيحل بهم من عذاب الله وبطشه بالظالمين وبينما كان القوم يتقلبون في ظلالتهم ومطعتهم اللزئف عفونا إذ هم يرون سحابا يأتي من بعيدة مقبل عليهم فيتوهمون أنه خير قد ساقه الله لهم وما من علم بالقوم بأن هذه الرياح العقيم ما هي إلا عذاب شديد قد أعده الله لهم عقابا على كفرهم ونجى الله هود والذين آمنوا معه من خزي ذلك اليوم وشاملهم برحمته هذه بالنسبة إلى معجزة النبي الله هود عليه السلام زد في بعض الأحاديث التي تختلف زدها وتقول أن العلماء والباحثين يرونوا أن معجزة هود عليه السلام تتمثل في رسوخه وثبته على دعوة قومه إلى التوحيد وأنفاذا لأمر الله ثم تأييد الله له بالريحة الصرصرة العاتية لخلات هؤلاء الجبابير من قوم عادة أصبحوا أعجازا كنخل خاوية هذا زد نحكي وزد على نبي الله هود وقصة هذه دولتها برشا موقع وعرفوها برشا بيدود وسمعنا بها في العديد من الأفلام التاريخية والأفلام الدينية ورينها زد كيف كيف في العديد من المنسبات الدينية فكانت هذه معجزة نبي الله هود عليه السلام